تحتفل مصر في شهر يونيو من كل عام بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر ومسار رحلتها من سيناء وحتى أسيوت وباعتبارها آخر محطة الرحلة تم تطوير المسارة في محافظة أسيوت بتكلفة تصل إلى 110 ملايين جنيها لجذب مزيد من السياحة الدينية للمحافظة في شهر يونيو من كل عام تحتفل مصر بذكرى دخول العائلة المقدسة حيث كانت أسيوت آخر نقطة في الرحلة المقدسة التي استمرت حوالي ثلاثة أعوام ونصف العام دير السيدة العذراء بدرونكا والدير المحرك هم المحطة الأخيرة لرحلة العائلة المقدسة والتي تضم أقدس الكنائس في العالم حيث بذلت الدولة جهودا كبيرة لتطوير هذا المصار وأحيائه في أسيوت بتكلفة تجاوزت 110 ملايين جنيه لجذب المزيد من السياحة الدينية للمحافظة النقطتين دول من أهم النقاط لأن منهم بدأت رحلة العودة الطريقين دولة المكانين دولة أخذنا كل الطرور المؤدية لها من حيث رفع الكفاءة والرصف والتشجير واللوحات المعلوماتية واللوحات الرشادية كمان عملنا إحلال وتجديد لشبكات المياه الشرب والصرف الصحي عشان تستوعب عدد كبيرة ويضم مصار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهابا وعودة من سيناء وحتى أسيوت حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الأثار في صورة كنائس أو أديرة أو أبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع ترجمة نانسي قنقر